اشتركوا في القناة والعاملين بالصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا كبيرا لمواصلة العمل بذات العازم مشيدا بجهود منتسبي شركة مطار البحرين والهيئة في تأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية لما فيه خير وصالح مملكة البحرين لافتا إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم من منجزات يستدعي بدل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة ورفع اسم المملكة عاليا في جميع المحافل الإقليمية والدولية من جانبهم أعرب منتسبوا شركة مطار البحرين وهيئة تنظيم الاتصالات الذين تشرفوا بالحصول على وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي مؤكدين على سعادة بني لهذا الوسام الرفيع الذي يعد حافزا لمواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن طبعا هذا الشرف عظيم لنا أن نكون جزء من فريق البحرين بالحصول على وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي وهذا أثبت لنا أن نحن نقدر نحمل مسؤولية كبيرة في أن نخدم هذا الوطن ونقدم كل ما عندنا من إخلاص وجهد وتشريف من أجل مملكة البحرين وطبعا أشكر جلالة الملك وأشكر سموه ولي الأهد وطبعا هذا الوسام أعتبره فخر وعز وتشريف بالنسبة ليانا نحب أن نشكر جلالة الملك على إصدار القرار السامي بمنح وسام الكفاءة للاستحقاق الطبي على قيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حق فريق البحرين وعلى نشكر سعادة الوزير وزير المواصلات والاتصالات على تكريمنا لبدل الجهود اللي قمنا بها كفريق واحد فريق البحرين في مكافحة كوفيد-19 نشكر سيدي جلالة الملك المفادة وسيدي صاحب سموه ملكي ولي العهد الوسام تشريف لنا من خلال الدور الأديناء خلال الجائحة الكوروانا كوفيد-19 وهذا الوسام عز وفخر وتشريف لنا وراح يعطينا دافع أكثر وأكثر أن نخدم وطننا الغالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر